خلوا بالكم من ولادكم ومن نفسكم علشان الزكاء الاصطناعي داخل علينا دخلة اللي مايرحمش الفترة بدأ الكلام عن الزكاء الاصطناعي وكليات الزكاء الاصطناعي وتأثيرها الإيجابي على كل حاجة في حياتنا تتكلم على الطاقة فيها زكاء الاصطناعي كل حاجة داخل فيها زكاء الاصطناعي الفترة اللي فاتت لو حضرتكم فاكرين كان بدأ موضوع فن كده ان هو الزكاء الاصطناعي داخل في موضوع الأغاني نتركب أغاني مطرب بيغني أغاني لحد تاني أو حالكوا فاكرين الموضوع لكن انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة فكرة ومرحلة دخلنا لغزو الزكاة الاصطناعي ده مرحلة جديدة جداً من حاجة اسمها الخداع عشان كده بقول لحضراتكم نخلي بالنا قوي من نفسنا ومن ولادنا لأن كل ولادنا معهم موبايلات وما حدش عارف هم بيدخلوا عليه تحديداً مع انتشار حسابات لشخصيات وهمية الشخصيات دي موجودة كأنك بتتكلم مع شخص طبيعي جداً موجود صور وبسطات وكومنتات ويرد عليك بطريقة منمقة كده ومنظمة في النهاية اكتشفوا الخبرة انها حسابات معمولة بوسط التقنيات الزكاة الاصطناعي وملهاش أي وجود في الحقيقة ده معنى مرعب لأن الصفحات دي هتستخدم في حاجة اسمها اللجان الالكترونية بمعنى تقدر تأثر بالإجاب والسلب في أي موضوع وبنائش السؤال ازاي نكتشف الصفحات الوهمية دي وده أهم سؤال في فقرتنا النهاردة ازاي اكتشف ان الصفحة اللي انا بكلمها دي او موجودة معايا الشخص اللي انا بكلمه ده شخص وهمي او ان الصفحة دي معمولة بالزكاء الاصطناعي طب ازاي لو اتنشرت صورة مفبركة بالزكاء الاصطناعي او الشخص ده ازاي اقدر احذفها او اتعامل معها ده اللي هنعرفه مع ضفنا اللي منورنا النهاردة في الاستوديو في فقرتنا الرئاسية في التاسعة المهندس احمد طارق خبير امن المعلومات مش مهندس اهلا بحضرتك معنا في التاسعة اهلا بحضرتك واهلا بالسيدة مشاهدين بتشاركني ان احنا داخلين على مرحلة جديدة ومرعبة صحيح ايه الموضوع بقى الحقيقة انا اتمنى ان الحلقة دي توصل لأكبر كمّل للناس كالعادة ان شاء الله لان الموضوع اللي هقوله النهاردة ده هيكشف للناس حاجات كتيرة جدا منتشرة والاسف الناس بتقودها ان هي فن واللعب زي ما حرارك قلت وانه مثلا عبارة عن الزكاء الاصطناعي بيحاول الصور وبيكتب في الكومنتات وبيعمل مقالات وده للاسف مش الزكاء الاصطناعي ده خمسة في المئة من تقنيات الزكاء الاصطناعي او نعم الزكاء الاصطناعي بمعنى الصح الواجل الابير بالزبط كده ولكن الجارب السلبي زي ما حرارك قلت فيه فعلا اكاونتات وهمية وحسابات وهمية منتشرة اللي بيحصل بقى الكلام المهم اللي لازم الناس كتير تعرفوا ان الحسابات دي بتفبرك يعني عادي شخص عادي زي وزي حضرتك بيكاريت اكتر من اكاونت على الفيسبوك مثلا عن طريق سكريبت معين او عن طريق كود بيكاريت له الحاجات دي بسرعة فبالتالي بيكون عنده كمية الكمية دي بيكون مش عايزها من غير صورة قبل الزكاة الاصنعة ما ينتشر قوي كده كان الحسابات دي بيكون من غير صورة او بصورة ناس تانية او بصورة البنات المداشرة على الجروبات الخاصة بزبط بالضبط بيخشوا بالصور عادية فبالتالي بيسرقوا الصور اللي جواه وبيعملوا بيحسابات ايه الغرض من كده الغرض من كده ان هما بيبيعوا اول حاجة الكومنتات دي لناس تانية محتاجة ان هي تأثر بالاجابة او بيسلب زي ما حريك قلت في بداية الفقرة ليه لانه ممكن مثلا لغل الدعاية والاعنام برضو بيستخدموا الحاجات دي للأسف الشديد انه مثلا انا عندي منتج معين المنتج ده اقدر مثلا بالضبط مثلا عايز ميت كومنت بالطريقة اللي احنا عايزينها يعني الله انا جربت المنتج ده المنتج ده فعلا يا جماعة الشتروق هم كلهم ناس وهميين وتلاقي بوست عليه ريتش كبير جدا حتى الريأكتات حتى الريأكتات يعني اللي هي الريأكتات اللي هي اللوف اللوف مثلا او الكير او اللوف او ايا كان ايه ريأكتات للموعه او اللايك ممكن توصل لريأكتات دي لأكتر من 3000 ريأكت مفابرك فبالتالي انا لما هسرش على البوست ده واشوف المنتج ده فهيا عليه فها خلاص خلاص انت كده كده وصقت في الخبر او المنتج او الاغنية المنتشرة او ايا كان ايه اللي بيحصل في اللجنة الالكترونية دي دمير السيرفرات دي حضرتك بتكون فيها الأكسس توكن بتاع الأكاونتات اللي بتخليك تعمل ريئاكت وانت مش عامل أكاونتات حقيقية يعني ريئاكتات دي ممكن يكون حسابك من ضمنهم وده بسبب ايه؟ ليه الأكسس توكن أو الأساس بتاع الأكاونت بتاعك تسرق منك وانت مش عارف؟ ده بسبب الألعاب المنتشر على الفيسبوك اللي هو اعرف صورتك بعد 60 سنة عاملة ازاي؟ الألعاب اللي هي الأونلاي من الفيسبوك المواقع اللي موجودة أصلاً وبتسجل بخولك فيها وانت مش عارف ورابطها بالفيسبوك دي أكبر مصيبة لأن كده كده بتسحب الأكسس توكن خلاص فشكراً يقدر يشير لك أو تشير وانت مش شيرتش تلاقي فجأة تسحى عامل لايكات لبيجات وانت مش عامل عليها لايكات فجأة تلاقي مثلاً بيجات أو صفحات موجودة انت مش متابعها تلاقي نفسك متابعها تحديداً بقى في مسألة الأكاونتات الوهمية اللي هي الصفحات دي والناس موجودة بالضبط إيه الخطر اللي أنا ممكن أو على المستوى المجتمعي كله بقى يعني غير إن أنا الأكسس بتاعي أو الأكاونت بتاعي تسرق أو مش تسرق تاخد فبيتعامل بي حاجات أنا بعملتهاش بالضبط كده القصة اللي احنا بتكلم عليها النهاردة تحديداً قصة إن فيه حسابات وهمية ودخلت والناس بتتكلم وتعمل واللجانة الإلكترونية بقى تشتغل وتستغل أو تستخدم ده صح إيه اللي ممكن يحصل؟ اللي ممكن يحصل إن إحنا يعني لازم نكشف للناس إزاي اللجانة الإلكترونية دي بتشتغل عشان خاطر يخافوا ويعرفوا من الأخبار المنشورة اللجانة الإلكترونية دي إن هم بيحركوا يعني جيل كامل ممكن يتحرك بسبب الكومنتات اللي موجودة بسبب الحسابات أصلاً للناس ما عندهاش وعي إحنا في زمن 2023 حضرتك أستاذ يوسف لازم كلنا نكون خبراء أمن لبياناتنا بياناتنا دي عبارة عن داتا وكنز كبير جداً يعني تخيل نفسك واقف في ميدان عام عمال تقول بياناتك للناس كلها أياً كانت إيه؟ لو في شركات بتشتغل تحديداً على جامع البيانات دي طبعاً دي عايز لها حلقة تانية دي صاروة دي صاروة موضوع تسليب البيانات دي حلقة تانية نتكلم عليها ولكن إحنا هنا في مضمون اللجانة الإلكترونية إن هي ممكن تنشر شائعات كبيرة زي ما بيحصلوا دولتنا هنا بتحاربها طبعاً إحنا إحنا إزاي نفرق ونخلي الناس نفرق بين اللجانة الإلكترونية دي وبين الخبر المنشور وبين الحسابات الوهمية خليني نمسكها من البداية ياريت أول حاجة الحسابات الوهمية المنتشرة الحسابات الوهمية اللي هي بتعمل كومنتات كتير على الأغنية أو على منتجات أو على أخبار من الدولة أو خارج الدولة أو أي إن كان إيه اللي بيحصل أول حساب ما تخشه هتلاقيه معمول لوك بروفايل أغلبه بيبقى معمول لوك بروفايل بخير إن ده منتشر جداً الفترة الأخيرة طبعاً طبعاً يعني أنا شخصياً بيجيلي ريكوستات كتير جداً وكلهم لوك بروفايل لوك بروفايل ليه قفلين البروفايل لأن الحساب لما يكون جديد الناس بقت تعرف ده حساب جديد فلما يكون حساب جديد أول حاجة هتيجي في بالنا بلوك على طول هتشك في الموضوع فبقوا يقفلوا الحسابات اللي هي لوك بروفايل أنت هتعمل إيه لما تلاقي الحالة دي أنت مش عارف تستكشف الدنيا ولا عارف حتى تشوف الصورة لأنها صغيرة أو غيرها ومتتفتحش فيه تلات نقاط جنب الحساب التلات نقاط دي هتلاقي اليوزر بتاعها لو لقيت اليوزر بتاعها مقرر من مثلاً حد ناشر خبر أو مش عير خبر أو بيعمل كومنتات تانية تبعد عنه على طول متكرر إزاي يعني مثلاً لو أنا اسمي أحمد طارق لو أحمد طارق 506 مثلاً تعرف أن اليوزر ده مفابرك أو قصده حاجة تانية من الأصلي تاني عشان خاطر النقطة دي مهمة جداً التلات نقاط اللي في الأكاونت اللي بعتلي بالضبط اللي في الحساب موجود يعني مثلاً لو فيه شركة معروفة حتى لو الشركة دي واخدين اسمها وبينشروا أخبار على اسمها أو أخبار عن وزارة الصحة مثلاً أو أي أن كان إيه الخبر شخص شغال جوه وصال وزارة الصحة ناشر خبر الأكاونت ده عشان نتأكد من اسم صاحب الأكاونت لازم نشوف اليوزر نيم الرئيسي اللي هو بيبقى موجود بعد اللينك اللي هو www.facebook.com slash اسم الأكاونت لو لقيتوا أرقام يعرف أن الأكاونت ده بيبقى معمول جديد لأنه مش بيهتم باليوزر نيم هنقدر نتعامل إزاي الفترة اللي جاء حلوة جداً أولاً إحنا هنا يعني أنا هنا بصفتي خبير الأمل السبراني دايماً بطلع بوعي الناس من خلال حضراتكم إن هي إزاي تستخدم السوشال ميديا بشكل صحيح وتشوف الفرق بين ده وده ده هنا كدورنا إحنا ولكن كدور المؤسسات الحكومية أو الحكومة نفسها طبعاً إحنا عندنا وزارة الداخلية رقمهم 108 بنشكرهم جداً على المجهودات على طول بيستجيبوا آه طبعاً يستجيبوا على طول زائد إن في حاجة الناس كتيرة أول مش عارفاها المبتز أو اللجان الإلكترونية أو الشخص اللي قاعد ورد الشاشة وعمال يعمل شائعات في البلد الناس مش عارفة إن أي منصة موجودة في العالم عاملة منصة أخرى ما حدش يعرف عنها حاجة وأنا مضطر أن أقولها طبعاً عشان الناس تخاف وتعرف أن الكلام ده موجود يعني زي منصة الفيسبوك لها منصة تانية أخرى خاصة بالحكومة يعني مثلاً الزابط اللاعد وراء الشاشة يقدر يخش بالكرني بتاعه ويسجل ويقول ديني معلومات للأكاونت المفابرك ده نعرض صورة دلوقتي حضرتك معنا نشوف من خلالها إزاي بقى شكل عملي إزاي أكتشف إن ده حساب وهمي علشان خاطر للناس تبقى شايفة الموضوع عملي قدامنا تفضل تلات مقاط ونشوف الوزر نيم الوزر نيم ده لو مكرر لو أرقام نشك فيه على طول ما ناخدش منه معلومة يعني فيه ناس تقولك أنا بفتح بقبل اللوكت ده بقبله وبعدين نشوف مين وبعدين نرجع لا بلاش أصلا محدش ياخد معلومات من أكاونتات زي دي خالص لإني والله هي منتشر اللي جاني الإلكترونية عن طريق كومنتات بقولك بالكومنتات اللي تعجبك يعني عايز تكتب إيه قل لي عايز تكتب إيه واكتبهولك طب هو لو أنا رضيت أخيرا عشان إحنا للأسف في الوقت يعني الموضوع مهم جدا بس هو أعتقد أن دي بزرة ونواة للحديث بشكل أسع عن النقطة دي لأنها نقطة مرعبة فعلا صحيح لو أنا رضيت على كومنت مثلا أو تعليق من الحساب الوهمي ده هو يرد علي أولا؟ لا هو مش هيرد هو أصلا كده كده بيكون لمرة واحدة بيعمل الكومنت ده عشان يحرك الدنيا ولكن فيه نقطة مهمة جدا الشخص اللي عايز يحرك خبر معين ممكن يرد عشان خاطر يحرك الخبر أكتر فيه نقطة برضو مهمة أخيرة عشان تكتشف إزاي الصورة دي مفابركة عن طريق تقنيات الزكاة الصناعية أو لا فيه موقع عالمي من غير ما نقول اسمه وموقع عالمي كبير لو تكتب بس وصفه بالعربي في شركة جوجل أو بحث جوجل تكتب طريقة كشف عن طريق مواقع الزكاة الصناعية الصورة مفابركة هيفتح لك موقع كبير ترفع له الصورة اللي أنت مش واثق فيها أو أن أنت متأكد أن هي ممكن تكون مفابركة أو لا وهيجيب لك النتيجة أنه مستخدم فيها تقنيات الزكاة اللي صناعه يعني إحنا معنا هوت لحد دلوقتي طريقة مبداية طبعا فيه طرق طبعا نقدر يعني نخش سيرش على جوجل ونكتب إزاي أكتشف أن الحساب ده صح اللي قدامي ده زكاة الصناعي مش حساب حقيقي الصورة اللي في الحساب صورة رئيسية بالضبط هنكشف على الموضوع بالصورة لص طبعا أن إحنا لازم بقى نركز الفترة اللي جاية لأن إحنا داخلين على بدأنا بقى فكرة أو مرحلة الشائعات من خلال اللجانة الإلكترونية المبنية على حسابات وهمية لزكاة الاصطناع فعشان كده أنا بدأت الفقرة مع حضراتكم نخلي بدنا علشان الزكاة الاصطناعي زي ما ليه جانب إيجابي ليه جانب سلبي للأسف يعني وقت حلقتنا خلص والموضوع أعتقد أن إحنا حتى يعني دورنا لمبة إنذار وضربنا جرس إنذار لكل الناس ما تستهونوش وما تفرحوش بكل الريكوستات اللي بتيجي على الفيسبوك لأن ما خافية كان مرعب مش ما خافية كان أعظم ما خافية كان مرعب في نهاية حلقتنا وفي نهاية الفقرة الرئيسية بشكر ضيفي المهندس أحمد طارق خبير أمن المعلومات أنا بشكر حضرك شكرا جزيلا شكرا لحضرك وإن شاء الله يكون معنا لقاء أوسع نتكلم بقى باستفادة ونجيب بقى رسمي كده وعملي ليه إزاي عشان ولادنا وعشان خاطر الناس اللي برضو الوعي الإلكتروني عندها كحماية حسابتنا أمن المعلومات ده مضوعك يعني هو سايبر سيكوريتي ده أمن زي أي أمن زي الأمن الوطني زي أي أمن لأنه هو شيء بقى موجود في كل بيت وفي كل إيد دلوقتي يعني فيه خطر عليه على الناس وعلى الأجيال كبير جدا من الجزء دي بشكرك تاني شكرا شكرا وربنا نصطرها إن شاء الله لا متى شدورنا هنا طلما أنتم موجودين وإن شاء الله وموجودين معنا بإذن الله شكرا شكرا مشاهدينا انتهت حلقة النهاردة من التاسعة تكلمنا على موضوعات كتير بسرعة وأتمنى تكون الحلقة كانت خفيفة على حضراتكم ونلتقي في حلقة جديدة من التاسعة وتصبح على الفخير